اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي يعني قد نسمع بين حين والآخر بعض يتحدث بجهالة او بقصد او بقلة ادراك رؤية قاصرة لا اعرف تفسيراتها كثيرة يتحدث عن ان امريكا ستغير الوضع في العراق وسعود العراق لأهله وطنيا مخلصة وان امريكا ترى الوضع السيء في العراق ولا يعجبها هذا واستعيد العراق الى حاله الطبيعي وتقضي على كل هذه الشراغم التي جاءت من عام 2003 لحد الآن لذلك نتحدثون بهذه الطريقة اقول لهم يعني صححوا رؤيتكم وقرأوا جيدا وانظروا الى الامور بمنظار اكثر واقعية واكثر عقلانية ولمن يعني لهم نوايا اخرى هؤلاء لا نتحدث عنهم لانه يعني نواياهم هم ونواياهم يعيشون لكن يتحدثون في هذا الحفاظ القضية اقول لهم من امريكا التي عبرت المحيط الأطلسي وجاءت بقواتها وجاءت بكل هذا عتادها اكثر من 300 مدى 400 الف جندي وقالت من اجل اسلحة الدمار الشامل وطلعت كذبه وقالت من اجل معرف منه والارهاب وغيرها وبالتالي قالوا من اجل نشر الديمقراطية وكلها كذبوهم والامريكان نفسهم وبالتالي جاءوهم كل هذه المسافة ليس لاجل عيون العراقين لكن لغرض واحد ولهدف واحد هو اضعاف العراق لصالح اسرائيل هذه النهاية ومن يتحدث بغير هذه اللغة خطآن وفي وهم يعيش وعقلي تغير للناظر جماعة احترامي للجميع هكذا جاءت امريكا لاجل عيون صهاينة حطمت العراق لان العراق يشكل يشكل مساحة رافضة لكل هذا الموجود يشكل مساحة لا تنسجم مع المحيط الذي يحيط باسرائيل وانتم ترون ماذا يحصل اليوم ماذا حصل في غزة وكيف احنا التعامل مع المحيط العربي والاقليمي والعالمي مع غزة وما يحدث لها هذا هو واقع الحال فبالتالي جاءت بمن يحكمون العراق لكي يضعفوه ومفاعلته امريكا في ادخال ايران للعراق وتغولها لم تتغول ايران ولم تدخل للعراق الا تحت المظل الامريكي وموافقة امريكا بالاتفاق مع امريكا لذلك كنا نقول وسنقولها دوما وابدا ان امريكا وايران في العراق يتخادمها تخادموا من اجل هدف واحد وهو ان يبقى العراق ضعيفا ايران تريد العراق ضعيفا لكي تسيطر عليه وهو ساحة لمد نفوذها ومشروعها في التوسع وليجعله يعني ساحة حرب او ساحة معركة تحارب على ارضها للدفاع عن مشروعها مشروعها التوسعي ووقودها العراق اهل العراق وثرواتهم وكل ما يملكون هذا وقع الحال من يتحدث بغير هذه اللقاء اللغة تركونا دعونا من الدين وعقيدة وشيعة وسنة وهذه كذبة كبيرة هذه لم تأتي الا نتيجة شيعة وسنة وخطاب طائفي هذا كل التفرقة لكي تنجح سياسة ذلال العراق واضعافة هذا واقع الحال وامريكا ارادتها من البداية وشجعتها لها ايران ووافقت على سياسة ايران وما زالت موافقة هناك نعم هناك اختلافات بين امريكا وعيران على ملف النووي لانه كذا كذا هذه شغلة اخرى اما بالمجمل العام فهناك اتفاق وايران محمية امريكية والدليل على ان امريكا مع بقاء هؤلاء الذين يحكمون العراق بهذه الصيغة وبهذا الخراب وهذا الدمار وهذا الفساد وهذا العراق لم يكن فاسدا بهذه الدرجة الغريبة عجيبة في اعلى مراتب الفساد العالمية في اعلى مراتب الخراب دولة فاشلة دولة دولة منتهية انتهاكات حقوق لو كانت غير العراق لو كانت امريكا مالها علاقة بالعراق لو قامت الدنيا ولم تقعدها على العراق لكن لانه هو هذا النموذج اللي تريده بالعراق فيتدافع عنه وتجبر العالم كله اقليميا عربيا دوليا على ان يكون مساندا لهذا الوضع في العراق وهذه السلطة في العراق وهذا لا يعني تيئيس العراقيين لا بالعكس هذا يعني تنوير العراقيين على انهم هم اصحاب القدر على تغيير هذا الوضع لا يعتمدون لا على امريكا ولا على غيره ولا معزنهم اعتمدوا على نفسكم وعندما تريدون ان تغيرهم ستجبر امريكا وغير امريكا بالاعتراب بكم واحترامكم هذا واقع الحال وهذا التاريخ اقرأوا واعود مرة اخرى بنعطي دليلا حاليا وآنيا حدثة في تأييد امريكا لهذا الوضع واستمراره السفيرة الامريكية في العراق السيدة الينة رومانوسكي بعد الانتخابات التي حصلتها انتخابات مجالس المحافظات كتبت تقول بالنص لا اقرأ لكم نبارك للشعب العراقي وخلوا خطوط تحت الشعب العراقي نبارك للشعب العراقي على اجراء عملية انتخابية آمنة وسلمية ومؤمنة هذه الانتخابات الحرة والنزيهة ضرورية للمجتمع الديمقراطي لتحديد مستقبله وتسلط الانتخابات انتخابات مجالس المحافظات لهذا الاسبوع الضوء على التزام العراقيين بالديمقراطية ونتطلع الى العمل مع القادة المحليين المنتخبين حديثا لتعزيز الشراكة الامريكية العراقية الشاملة في جميع انحاء البلاد هذا ما قالته ما قالته ألينا رومونسكي اللي تعد الانتخابات تقول نعد الانتخابات الحرة والنزيهة ضرورية للمجتمع الديمقراطي طيب هي تقول في البداية نبارك للشعب العراقي من هم الشعب العراقي اللي تقصدهم خلي تقول لنا إذا كان أكثر من 85% إلى 90% من العراقيين قاطعوا هذه الانتخابات فمن هم الذين تبارك لهم الذين قاطعوا الانتخابات هذه وهي تعرف والكل يعرفون والذين يحكمون العراق يعرفون والعالم كله يعرف كانت مراكز الانتخابات طوال اليوم يوم الاثنين 18 بالشهر كانت فارعة وعدد الذين انتخبوا أعداد قليلة جدا جدا أكثر من 90% من الشعب العراقي نقول 80% من الشعب العراقي ليس 90% 80% من الشعب العراقي لم يذهبوا وقاطعوا الانتخابات وهم قالوا أنه 6 ملايين كذا شاركوا بالانتخابات من 23% من 23 مليون فبالتالي من 23 مليون يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات النسبة لها تزيد عن 18% طيب من تبارك السيدة ألينا رومونسكي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق تبارك الشعب العراقي من الشعب العراقي الذي تقصده تقصد ذولة 18% اللي حسب قول الحكومة كذبوا طبعا قالوا 41% هذه شيلوها كذبوا العالم كله تعرفها والأمريكان يعرفوها والسيدالين تعرفها فبالتالي هي لمن تبارك تبارك لهذه الفئة القليلة وهم دائما مصدعوا رؤوسنا بالأكثرية والأقلية وبنوا نظام المحاصص هذا على الأكثرية والأقلية طيب مو الأكثرية من الشعب العراقي قطعت هذه الانتخابات أنت تخاطبين ويقولون هم دائما الأمريكان يقولون أن الأكثرية هي التي تسود طيب مو الأكثرية من العراقي قطعت هذه الانتخابات مثلما قطعت انتخابات 21% 2021 ما البرلمان ما الانتخابات التشريعية طيب إذا أكثر من ثلثي العراق 80-85% من العراقين قطعوا هذه الانتخابات أنت لا تخاطبينهم تخاطبين الفئة الحاكمة فقط هؤلاء أتباع الفئة الحاكمة أتباع أحزاب وميليشيات وعصابات تحكم العراق إذن ماذا تريد أمريكا يعني عندما تهنج تبارك للشعب العراقي تبارك لهؤلاء لأن الشعب العراقي مشارك الحقيقة والشعب العراقي ينتظر موقف موقف من العالم كله يقول يا بها هذه الانتخابات يعني مو شرعية مو حقيقية الشعب العراقي كل رافضه وهذا قرار الرفض مو قرار يعني أكذا له لا ملعب هذا قرار عن تصميم وإرادة العراقي لأنهم يعرفون أنه أنه ماكنة تفريخ الفساد بدأت بهذه الخطوة هذه خطوة من خطوات تفريخ الفساد فكيف يمكن يعني نسبة لها تتجاوز 10% تبارك لها سفيرة الولايات المتحدة وتعتبرها الشعب العراقي وتخاطبهم على أنهم الشعب العراقي إذن أمريكا لا تنظر إلى الشعب العراقي تنظر إلى السلطة التي جاءت بها وتتعامل فقط مع السلطة التي جاءت بها وليذهب الشعب العراقي للجحيم بلد يفقد التوازن يفقد التوازن أكو سلطة وأكو سلاح وأكو ميليشيات تقتل وتذبحها وقادر السيطرة هذا واقع الحال وأعود مرة أخرى لمن يتحدثون عن أن أمريكا ستساعد وتغير الحال عليهم أن يعوه هذا الموضوع أن يدركوا أن هناك لعبة والأمريكان يحاولون دغدغت هذه المشاعر لكي يخدروا الناس من يريد التغيير لا يحق ظهرك مثل الفرك يريد التغيير الشعب العراقي هو الذي يغير هو الوحيد القادر وهو الوحيد الذي يملك مفتاح التغيير فقط أما أمريكا إيران غير إيران أبدا المحيط العربي كلها كذب أنت تغير والكل سيأتي وراءك وسيعترف بك وسيحترمك ويقف يأخذ لك سلام وسيحترم خياراتك هذا واقع الحال أما عد هذا سيستمر الحال وأمريكا تدعمها لأنها تريد عراقا ضعيفا مدمرا تستولي على على ثرواته والفاسدين ليعبثوا به ويظل العراق ضعيفا إلى أن ينهك وينتهي هذا واقع الحال مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير ولتقيكم في حرقة الأخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة